نروح مع حضراتكم من خارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات معنا إنشاء أول مكتبة عامة في واحدة الدخلة بالوادي الجديد وأول مطار أو مطار مرسى عالم كمان حيستقبل لأول مرة 8 رحلات دولية أوروبية سياحية كمان في محافظة الغربية تم استفادة 135 ألف أسر من برنامج تكافل وكرامة في محافظة الغربية وتوريد 68597 طن أمح لصوامع والشوان الأليوبية وحصات 25 ألف فدان تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات تانية نعرفها مع حضراتكم في سياقة التقرير محافظات مصر شاهدت مجموعة من الأحداث المهمة أبرزها أن إدارة مطار بورج العرب الدولي في الإسكندرية أعلنت عن تسير خطوط أوتوبيسات نقل عام من وإلى المطار ومحطة الرمل وده للتيسير على المواطنين والركاب وهيجري تشغيل التجريب لخط أوتوبيس نقل عام اعتباراً من يوم لاثنين المقبل ليصل المطار اثنين زهراً ويغادر أربعة ونصف عصراً لمحطة الرمل محافظة الوادي الجديد بتشهد تجهيز أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة تمهيداً لبدأ أعمال الإنشاءات بعد الاستقرار على أنسب المواقع القريبة من الكتلة السكنية لخدمة أكبر عدد من المواطنين واعتماد المخصصات المالية اللازمة لأعمال الإنشاء مطار مرسى عالم الدولي استقبل ثمان رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 162 رحلة طيران استقبلها المطار خلال الإسبوع مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها 8 رحلات طيران بينها 4 رحلات من الشيك ورحلتين من ألمانيا ورحلة من فولندا ورحلة داخلية مديريت تضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية كشفت إنه هناك 135 ألف أسرة مستفيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظة وبيتم التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال السيستم الخاص اللي وضعته الوزارة واللي بيضم عدة معايير واشتراطات يجب توفرها لدى الأسرة المتقدمة للحصول على المعاش وعقب التقديم بيتم فحص الطلبات وفي حال عدم توفرها بيتم الاستبعاد فورا محافظة الأليوبية أعلنت انتظام عملية توريد محصول الأمح لصوامع وشوان وبناكر المحافظة وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 68597 طن من الأمح للصوامع والشوان والبناكر وسط متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لإطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين في سماء الأقصر حلقت 40 رحلة بالون طائر أقلت على متناها 1200 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية من زائري المدينة وانطلقت رحلات البالون الطائر تباعاً في مجموعات مع اللحظات الأولى لشروق الشمس من أرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر واستمتع السائحون من على ارتفاعات وصلت لـ 1500 قدم من سطح الأرض بأجواء الأقصر الطبيعية الخلابة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ أعلنت قطع مياه الشرب عن مدينة دسوق وقرى مركز دسوق ومجلس قرى ويشابة والعجوزين وذلك غداً الأحد من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخميسة مساءً بسبب تنفيذ الشركة عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي وجميع مراحل المرشحات بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو علي اشتركوا في القناة